ايوه هو بعينه هو كابتن هاني رمزي نجمينا الكبير وضيفنا العزيز تعالوا نستقبل ونرحب في برنامج المجري بأسطورة كرة القدم كابتن هاني رمزي نعرف هو بدأ فين؟ ايه اللي وصله اللي هو وصله له ده؟ هل الاحتراف عندنا زي ما احنا بتشوفه برا؟ ايه اللي احنا بينقصنا؟ واجل من المدافع بقى هداف ازاي؟ وفي سن صغير ادري اتقلق وفرض نفسه على الكرة العالمية طب الكلام ده كله هل جي منفرغ؟ تعالوا نستقبل نجمينا كابتن هاني رمزي ونتكلم معاه في حلقة اللي هي من المجري على محطات كتيرة اوي اوي تعالوا نستقبله محطات كي محطات كران ورامسي أعطيه 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 مع opposing أخيراً قاتل أنا رف... أيك poorer الحمد لله تمام ربنا خليه، comenzات لي مع حضرتك كنا جعلين أننتنتنين م أخذّن folks خدوة جميلة بالنسبة للاحتراف وبالنسبة للاعب الكرة الملتزم والكلو كويسة. ربنا خليك. انا مش مولا كده مجاملة انا. ده تاريخ بيتقال. وفي نفس اتقول بيه اللعب الشيك. ربنا خليك. بتعشب تلبس شيك يعني ولا في لعبك كنت بتحب السن المتلع. او كانوا يعني بيقولوا لعب شيك شوية بس يعني اولا طبعا انا سعيدا موجود مع حضرتك. ربنا خليك اه. حد من اساطير الكرة في مصر والنادي الاهلي وشرف ليه ان اكون موجود مع حضرتك. وموجود في بيتي. مش غريب على البيت. طبعا. النادي الاهلي. اللي من خلال طبعا حديث مع حضرتك. النادي اللي تربيت فيه كان الحمد لله ببعد فضل ربنا كان ليه فضل كبير قوي عليا في مشوار الاحترافي. فطبعا البرنامج مش عايز اقولك ادي يعني حاجة مفترم جدا. ويعني على على قدر ومستوى الكابتن مصطفى عبدو قدر وقيمة النادي الاهلي. فانا سعيد ان انا اكون واحد. ده انا اسعد والله. ربنا خليك. ربنا خليك. طبت مالس رياضة ولا خلاص بعدت عن الرياضة. والله بص انا من وقت للتاني عندي لسه مشكلة في رجبتي. ايام الروباط الصليبي. اه. فبحاول بقدر. ساعة ما جالك رباط الصليبي بطلت. اه. اه. للاسف. اه. اه. اتعالجت بشكل او باخر لكن طبعا اه بحاول العب خماس شوية اروح الجم شوية لكن. مش مواظب. مش مواظب او. لا. يعني اه. اه. بحاول لنزل الموضوع شوية. ده لازم. اه. قلي. تبقيت عن التدريب مرة واحدة ليه? اه. بص انا ما بحثتش. يعني انا اخر تجربة تدريبية كانت منسبة لي كانت مع اجيري منتخب مصر. اه. لكن كان حظنا واحد بشكل او باخر. اه. اه. احنا احنا عندنا كان بلان طويل اوي اوي مع منتخب مصر. احنا نشتغل مشروع اربع سنين. اشتغلنا مع اجيري الجزء ده بشكل مميز. ما كملتوهش. ما بعدها اختفيت شوية قلت يعني ابعد شوية الواحد باسترجع تاني وشوف خطواته هتمشي ازاي. اه. الظروب في مصر وبالنسبة اختيرات المدربين لسه. هنتكلم فيها. هنتكلم فيها. هنتكلم فيها. لكن انت شايف بالنسبة لعيب المصري لو طلع احترف برا. زي ما انت اطلعت احترفته في محمد صلاح وفي النين وفي درزيجيه. فيه لعيبة كتيرة جدا. الاسعار اللي هي اللي عندها بتطلوبها في اللعيب عشان يطلع يحترف برا. صعب اه وقت. صعب اه. صعب. يعني احنا في خلال الفترة يمكن الخمس عشر سنين اللي فاتوا. كلنا كنا بنقول الاحتراف. وعندنا امثلة كتيرة جدا منتخب الجزائر والسنغال. كلهم لعيبة ما بلعبوش في الدورة. وننجريا. وغانا. وبركينا فاس. كل افراقيا. اللي حضرتك بتكلم بوركينا فاس. وبتتكلم على على بلد زي الراس الاخدر بتكلم على بلد زي زمبيا. كل دوت خلاص. كل ده رايح لاحتراف. مشكلتنا في مصر هنا فعلا زي ما هدريك بتقول المبلغة الكبيرة جدا جدا من الاندية في اسعار اللعيبة. ليه? لان برضو على مستوى على مستوى لو الواحد هيطلع. مش هيطلع طبعا هيروح فريق كبير في البريمير ليج او في البوندز ليج. تدرجيا. تدرجيا. فالارقام اللي حاليا الارقام اللي اللعيبة بتاخدها على مستوى العقود. اعتقد فيه اكبر بكتير من بعض العقود في مثلا فرق من متوسط الجدول الدوري الاسباني والالماني. الترانسفير لازم يكون معقول شوي. يعني ما بيبلغش فيه لان دوت لو حصل هيفتح مجال كتير. احنا عندنا مواهب كتيرة جدا جدا في مصر. عندنا عناصر تقدر لو مشت بشكل احترافي تشكل حاجة كويسة. لكن جزء كبير جدا من عدم احترافه لدنا هو طبعا الانديل. تشاف الاسعار بتاعت اللاعبين في مصر حاليا تتناسب مع امكانية اللعيب نفسه. مبالغ فيها طبعا. مبالغ فيها. مبالغ فيها بشكل مين المفهود يحدد سعر اللعيب. الاطار بتاعه. ما تقدرش تحدد سعر اللعيب. كلها يعني الماركد مفتوح بمعنى اصح. لكن ممكن جدا الاتحاد المصر الكورت القادم. ممكن وزارة الشباب. ممكن رابطة الانديل دلوقتي تقدم مقترح لتحديد سقف اللاعبين. ده يجي حتى على مستوى الانديل. يعني شفنا برشلونة محدد سقف رغم نادي كبير جدا. فيه لا فيه فيه رواتب تويس سقف رواتب. حتى على مستوى تجديد عقد محمد صلاح. طبعا. كان المشكلة انه هو هيعدي سقف الرواتب. رواتب. ففي كل حتة فيه كل نادي على حسب انتانياته. حط سقف معينة. انت شاف ان حال الكورة مصرية الفترة اللي جاية دي هتصلح حالنا. ولا بالاختيارات اللي بيتم ديت. وبالهواجائية. وبكل شيء اللي بيحصل اختيار مدرب فلاني ديله كذا عمله كذا. شاف حال الكورة؟ للأسف لسه ما حطناش رجلينا على الطريق الصحيح. يعني كنا من يعني كنا متفاعلين في الفترة اللي اللي فاتت ان هيكون فيه. عندنا مشكلة جابت مصطفى. كل ما بيحصل اخفاق. الدنيا بتهيج. اقول لك هنبدأ من السفر و هنجيبه نعمل. و هنعمل مشاريع و هنحط رجلينا على طريق الصحيح. و هي الصدمة هي هي. و مر عشر تيام اسبوع مع وجود مدرب مع دخول الدورية. كل ده بيتنسل. للأسف كان عندنا كمان كان فرصة كبيرة جدا للفترة اللي فتن احنا نعمل فعلا حاجة للكورة المصفية. مش للسنة دي او السنة جاية. نتكلم على عشر سنين جايين. زي ما كل الدول المحترمة عملت. اسباني عملت كده. للأسف. لأسف ما قدرناش نحاق دوت. لغاية دلوقتي. طيب احنا لسه عندنا كلام كتير. اكيد. 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 اتشرح بحاجة كده. و عمل لك تقرير بسيط كده. بيلخص جزء بسيط من مشوارك الطويل على مدار خمستاشر سنة احتراف. و نقول للناس يعني احتراف. شرف لي يا كده. شرف لي. فضل جزء. نشوف التقرير و نرجع تاني نتكلم بقى في كل حاجة.